للمتابعة ينضم إلينا من مرجعيون جنوبي لبنان موفدنا يعقوب بهداه مرحبا بك يعقوب آخر الأنباء تحدثت عن إقرار حزب الله أنه تسعد قتلى في صفوفه خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية بالإضافة إلى استمرار القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل تفاصيل أكثر معك نعم ميشا بالفعل حزب الله أعلن مقتلة تسعة من أعضائه وهي أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي في الواقع التسعة قتلوا ما بين ساعات المساء والليل ومعظمهم قتل في استهداف بلدتي حولة ومركبة وكذلك في الناقورة شهدت هذه العمليات نفذت إسرائيل أمس عمليات استهداف واسعة جدا حول بلدتي حولة ومركبة وخلال ساعات الليل استهدفت بقصف عنيف بالمسيارات منزلا في الناقورة وقتل فيه القياد يحسين يسبك وعدد من مرافقه ثلاثة من مرافقه هذا العدد هو الأعلى لحزب الله في يوم واحد منذ بدء المواجهات وكذلك نفذ حزب الله خلال أمس وخلال ساعات الليل عمليات هي الأعلى خلال هذا الأسبوع على الأقل نفذ 11 عملية ثلاث من هذه العمليات كانت في ساعات الليل واستدفى فيها مواقع إسرائيلية يتحدث حزب الله عن تحقيقه لإصابات مباشرة في صفوف الجنود والقوات الإسرائيلية في هذه العمليات اليوم الوضع هذا إلى هذه الساعة لكن ذلك لا يعني أبدا هدوءا على الجبهة وإنما المواجهات متواصلة على نحو نفسه لم تزيد بعد خطاب حسن صلى الله عليه العام لحزب الله مساء أمس ولم تزيد أيضا عن حدها المعهود بعد تنفيذ إسرائيل لعملية الغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية إذن نحن نتحدث عن الجبهة المواجهة بين حزب الله وإسرائيل على المنوال نفسه إسرائيل كثفت قصفها خلال الأيام الماضية على المستوى نفسه خلال ساعات الليل تحديدا البارحة استهدفت بلدات عدة كفر كيلة وكذلك يارون وفضلا عن الاستهداف الذي حصل في الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني نتوقع أن تتواصل هذه العمليات على هذا النحو طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء هذه البلدات وهذا التحليق عادة يعقوبه تنفيذ هجمات إسرائيلية على مواقع منصات تقول إنها تابعة لحزب الله السائد هنا بعد خطاب حسن نصر الله مساء أمس أن حزب الله قد ينفذ عملية ما يسميه بعملية الانتقام من الاستهداف الضاحية بيروت الجنوبية لكن هذه العملية ستكون منفصلة عن المواجهات اليومية المعهودة بين الجانبين قد تكون عملية في العمق قد تكون عملية واحدة لكنها قوية ومنفصلة عن نطاق المواجهات اليومية شاهدنا أن هذه المواجهات لم تتغير من حيث النوع ولا حتى من حيث المدى المكاني أمس استهدف حزب الله المواقع المعهودة على خط الحدود مع إسرائيل ولم يطلق صواريخ بعيدة المدى ولا عمليات في العمق الإسرائيلي شكرا لك مفادنا يعقوب بهده من مرجعيون في جنوب لبنان شكرا لك